محاضرة فنية المحاضرة الفنية بتبقى عن المباراة السابقة وإيه السلبيات اللي حصلت فيها وعن فريق ودي دجلة وحنعمل إيه في المباراة القادمة وكالعادة ركز الجهاز الفني خلال التدريبات على النواحي الفنية والنواحي الخططية وزي ما حضراتكم عارفين دايما في الوقت ده بيبقى الكاميرات مقفولة عليها لأنه بتبقى تدريبات خططية بيقوم بها بيتسو موسيماني عايزي لعب مثلا محمد هاني وأكرم توفي عايزي لعب اتنين في المكان ده أو اتنين الناحية التانية علي معلول أو محمود وحيد بيبقى دايما واخد باله من هذا الموضوع مين اللي حيلعب أو مين اللي مش حيلعب ده هنعرفه إن شاء الله يوم الأربع القادم ودي طبعا لقطة من تدريبات النادي الأهلي أو جزء من تدريبات النادي الأهلي في استادة تيتش النهاردة الكل كان مستمتع الكل مبسوط دلوقتي برضو هقول لحضراتكم على النجم اللي أمام حضراتكم وليد سليمان وهقول عليه خبر إن شاء الله يكون جيد لي أو خلال الفترة القادمة يرجع إن شاء الله للتمرين زي ما حضراتكم شايفين هي تمرينة دايما بتكون تمرينة بعد العودة من الأجهزة بتكون تمرينة خفيفة كده وبعد كده بيعتمد على الجانب التكتيكي والجانب الفني في التدريبات رامي ربيعة بيشارك في التدريبات بعد تعافي من كدمة مباراة أسوان رامي كان عنده خبطة كده خفيفة في مباراة أسوان الأخيرة ولكن رجع بالسلامة وشارك في التدريبات أيضاً النهاردة بدر بنون وأيمن أشرف كانوا حصلوا على إذن من الكابتن سيد عبد الحفيز براحة في التدريبات اليوم بسبب نزلة برد الاثنين كان عندهم نزلة برد أو بدايات في نزلة البرد بكرة إن شاء الله سيتم تقييم حالتهم وهل سيكونوا متواجدين في المباراة القادمة أمام ودي دجلة ولا لا ده اللي حنشوفه بكرة إن شاء الله بعد تقييم الحالة الفنية والعلاجية أيضاً وليد سليمان زي ما قلت لحضراتكم يؤدي تدريبات تأهيلية في التتش لسا وليد سليمان بيكمل تدريباته التأهيلية في مختار التتش وإن شاء الله في خلال أسبوع أو عشر تيام يكون متواجد مع الفريق الأول كرة القدم بالنادي الأهلي هذا النجم الكبير اللي يستحق الحقيقة دائماً أول ما بيبتيجي سيرة وليد سليمان الكل بيشيد الكل بيحترمه الكل بيحبه واحد من كباتن الفريق اللي موجودين اللي بيساعد دائماً وفي الحلقة اللي كان موجود معنا هنا فيها الحقيقة شرح كيفية الفريق ما بين الحقيقة كبتن فريق في النادي الأهلي وفي أي نادي آخر كبتن وليد سليمان بيؤدي دوره على أكمل وجه سواء خارج الملعب أو داخل الملعب سوداسي المنتخب الأولمبي الحقيقة محمد الشناوي وناصر ماهر وأحمد رمضان بيكم وصلاح محسن وطهر محمد طهر وأكرم توفيق رجعوا بالسلامة ولكن خدوا راحة النهاردة طبعاً زي ما حضراتكم حارفين مشور طويل جداً جداً من اليابان اللي غايت هنا وبالتالي لما خدوا راحة النهاردة وإن شاء الله بكرة حنشوف إيه اللي حيحصل مع هذا السوداسي الفريق برضو بيجري مسحة طبية للاطمئنان على كافة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية المتواجدة في الفريق الأول لأنه إن شاء الله مباراة دجلال كل قبلها عايزي تطمن من خلال مسحة طبية إن شاء الله هتكون بكرة ونتجها هتظهر بعدها على طول وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله النادي الأهلي يستطيع أن يفوز في هذه المباراة اللي فات حاجة والتمن مباريات القادمة حاجة تانية كلنا في ظهر النادي الأهلي كلنا مستنيين استعدادات النادي الأهلي وكلنا بننتظر كل المباراة على حدة ربنا يكرمنا في مباراة ودي دجلال نفكر في مباراة سراميكا اللي بعدها ولكن دلوقتي خلينا نتكلم عن مباراة ودي دجلال وكيف يفوز النادي الأهلي في هذه المباراة ربنا إن شاء الله يكون الأمور طيبة وبيتسو موسيمانيا استطيع أن يضع التشكيل المناسب اللي دايماً هنكون في ظهره أيضاً اللاعبين يكونوا في يومهم لأن يوم اللاعبين ده بيبقى يوم صعب جداً لو أنت مش في يومك بتبقى عندك أمور كثيرة جداً داخل الملعب ولكن إن شاء الله يكون اللاعبة في يومهم 11 للموجودين ونستطيع أن نفوز بثلاثة نقاط تضع النادي الأهلي على قمة الدولي في مكانه المعتاد